ونحن اليوم نسقى من غبوق وبعد الليل عيد واستباح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وجعلنا من أمة سيدنا محمد خير الأنام وجعلنا من أتباع دينه ومن الشاربين من حوضه ومعينه مشاهدين الأكارم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا نساء أحمديات مستمرين في الحديث عن سيرة أم المؤمنين رضي الله عنها معي في الأستوديو الأخت نور والأخت دعاء أهلا وسهلا بكم أختي نور حدثينا أكثر عن حسن تدبير حضرة أم المؤمنين كجزء من أسلوب حياتها كربة منزل نعم إن جمال المرأة وزينتها تتوقف على حسن تدبيرها وترتيبها فكانت أم المؤمنين رضي الله عنها متصفة بهذه الصفة الجميلة على وجه حسن فقد قالت حفيدتها السيدة أمت القيوم بيغم رحمه الله أن من طبع أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت نظيفة جدا ومرتبة جدا فلم تكن تضيع أي شيء يعني إذا كانت هناك أشياء قديمة وغير صالح الاستعمال في حالتها فكانت تعمل على إعادة تدويرها كما نقول وتستعملها في مكان آخر وفي حلة جديدة فكانت مثلا عندما يكون التقس معتدل أو بارد قليلا يعني في أجواء الخريف كانت تستخدم ألحفة خفيفة وللصنع هذا اللحاف الخفيف كانت تستخدم الملابس القطنية القديمة التي غير صالحة للاستعمال تصنع منها لحاف خفيف وتحشوه بربع كيلو من القطن وتغلفه بوجه جديد من القماش الجديد فيعني تصنع منها شيء جديد ولا يكلفها شيء أيضا لا تلقي هذه الملابس القديمة لا ترميها ولا تلقيها في القمامة بل تستخدمها بحلة جديدة أيضا إذا كانت هناك بعض الحشرات تفسد الملابس فتصبح غير صالحة للاستعمال أو حتى غير صالحة للإهداء فكانت أيضا تستفيد منها لصنع مثل هذه الألحفة الخفيفة في التقس المعتدل أيضا كانت تخيط قطع السراويل القديمة وتضيف عليها أشياء صغيرة وبسيطة فتصبح بحلة جديدة وكأنها سروال جديد فتقول حضرة السيدة أمت القيوم حفيدة حضرة أم المؤمنين تقول أن هكذا كنا نتعلم من حضرة أم المؤمنين وكنا نفرح باقتناء شيء جديد لم نكن نفرح أفوا باقتناء شيء جديد مثلما كنا نفرح بإعطاء شكل جديد لأشياء قديمة مستعملة فترتيب أم المؤمنين رضي الله عنها وتنظيمها كان قد جعل جميع بيوت قاديان منظمة ومرتبة تقريبا نعم م شاء الله جزاك الله خيرا أختي دعاء بعض النساء تهتم كثيرا لتنظيف وترتيب بيتها وتنميقه فماذا كان رأي حضرتها حول ذلك وهل يؤثر هذا على تربية الأولاد أيضا نعم كانت حضرة أم المؤمنين عندما تدخل أي بيت من البيوت الأحمدية كانت توجه صاحبة البيت على الاهتمام بنظافة وترتيب البيت ويعني أن تضع كل شيء في مكانه وترتب الأواني في المطبخ يعني بترتيب وبشكل جميل وهكذا يعني نتيجة توجيهاتها هذه كانت البيوت بشكل عام يعني متشابهة بترتيبها ونظافتها فتقول حفيدة حضرت أم المؤمنين كلما كنت على عطلة مشيت مع حضرتها وكانت هي الأخرى تصحبنا بشوق يعني كانت معها تزور البيوت فذات يوم كنت معها فدخلت أحد البيوت حيث كانت الأخشاب مباثرة في كل مكان يعني لم يكن مرتب البيت أو يعني يبدو بمنظر جيد فقالت حضرتها لصاحبة البيت سيدتي ماذا عسى أن يفكر زوجك فيك وماذا سيقول أهله عنك وأي فكرة يمكن أن يأخذ عنك أهل زوجك إذ لا يتراء التدبير والترتيب في البيت إذا كنت تريدين الفوز بقلب زوجك فالطريق الوحيد له أن ترتب البيت وتنظفيه حيث يجب أن تتقن الطبخ وتعرف كيف تعتنين بالبيت وبتربية الأولاد بشكل جيد إذ لا يمكن أن تعوديهم على الصلاة إذ لم تكن أنت تصلينا الصلاة بانتظام يعني نفس الشيء إذا تريد أن تعودهم على النظام والترتيب يجب أن تكون أنت بنفسك مرتبة ومنظمة وهكذا في أثناء الحديث العادي لفتت انتباهها إلى أمور كثيرة فقالت السيدة لأم المؤمنين أن مساحة البيت صغيرة وماذا تفعل يعني مجبورة أن تضع الأشياء على بعض وأن تكوم الأغراض لا يوجد مساحة حتى لترتيبه ولكي يبدو بشكل جيد فقالت لها حضرت أم المؤمنين دعيني أكبره فبدأت ترتب الأشياء وطلبت المساعدة من رفيقاتها أيضا فرتبنا الأخشاب في زاوية كأنها رتبت للتزيين ثم قالت لصاحبة البيت انظري لقد كبرت مساحة البيت والآن يمكن أن تكنسيه أنت وقالت لها الآن عندما يعود زوجك إلى البيت سيفرح حين يرى البيت نظيفا ومرتبا فكانت حضرتها تتمنى أن تكون جميع البيوت الأحمدية نظيفة ومرتبة وفيها جوء دافئ وجميل أن يرتاح الأشخاص الموجودين في البيت فكانت تقول لكل واحدة أنه يجب أن تفرش سرير سرير بقماش نظيف ويجب أن يكون أيضا متكأ فيه يعني كانت كثيرا تشدد ولهذا كانت تعمل زيارات كثيرة على البيت لكي تتنبه الأخوات لهذه النقطة نعم ما شاء الله جميل جدا جزاك الله خيرا أختي نور ماذا أيضا حول حسن تدبير حضرتها هل لك أن تضيفي نعم كان من عدة حضرة أم المؤمنين رضي الله عنها إذا أرادت أن تشتري المجوهرات طلبت من حضرة ميرزا محمد شفيع وهو محاسب الخزينة كانت تعطيه نموذج أو تصميم معين لما تريده من الحلي والمجوهرات وأحيانا تطلب منه أن يحضر لها بعض العينات أو النماذج أو التصاميم للمجوهرات تختار ما تشاء منها فكان هو يذهب إلى المسجد المبارك وهي كانت تقف في ممر أمام بيت الفكر وهذا يؤدي إلى المسجد المبارك وكان هناك ستار بينهما وكان يعطيها هذه المجوهرات أو هي تقدم له التصميم الذي تريده وكانت يعني بعد أن يعطيها هذه النماذج كانت تختار ما تريد أيضا هناك قصة ترويها أمت الله بشيرة تقول أنها لاحظت أم المؤمنين بالرغم من أنها سخية جدا وكريمة ومعطاءة إلا أنها كانت تتجنب الإسراف مهما كان هذا الشيء فمثلا كانت مرة بحاجة إلى الملح لصبغ بعض الأقمشة فعندما استخدمت الكمية التي تريدها بقي ذرات من القمح تساوي جرام أو جرامين ونحن عادة نرمي هذه الكمية يعني لا شيء لكنها كانت تحتفظ بهذه الكمية في زجاجة صغيرة وتستخدمه عندما تصبح كمية معينة تستخدمها في مكان مناسب أيضا تقول الأستاذة سكينة النساء وهذه الأخت كانت السيدة سكينة النساء كانت قريبة جدا من حضرة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول عن تدبير حضرتها أنها كانت نظيفة جدا وكان لها ذوق خاص لوضع الأشياء في محلها بترتيب معين وكان مطبخها مزينا ونظيفا ومرتبا جميع الأواني نظيفة وموضوعة بترتيب جذاب ورائع فهذه هي السيدة أم المؤمنين رضي الله عنها النموذرج لجميع الأحمديات وهكذا يجب أن تكون جميع الأحمديات كالسيدة أم المؤمنين جزاك الله خيرا أختي دعاء هناك المزيد من الروايات عن تدبير حضرتها المنزلي حدثينا من فضلك نعم يذكر أن ذات مرة ذهبت حضرة أم المؤمنين إلى أحد البيوت فلاحظت أنهم كانوا يأكلون الطعام على الأسرة فقالت حضرتها لصاحبة البيت سيدتي أحضري بضعة ألواح من خشب وقول لزوجك أن يركبها ويجعل منها طاولة ويمكن أن تتناولوا الطعام جالسين عليها فلا يجوز تناول الطعام جالسين علي الأسرة عفو عليك أن تتعلمي التدبير والترتيب فقالت المرأة يا أم المؤمنين إن القطنة غال جدا فقالت لها حضرت أم المؤمنين تعالي أرخصه لك فقالت لها أحضري اللحاف فجاءت به فقالت أفرشيه وغطيه بحصير ثم قالت بعد تحقق كل ذلك انظري كم يبدو جميلا فكانت حضرتها يعني تعلمهم أدق الأمور وتعلمهم كيف يعيدوا استخدام الأشياء وحتى يعني كيف يصنعوا أمور التي قد تكون غالية إن ذهبنا واشتروها ولكن يعني كانت تعلمهم كيف يفعلوها بأمور موجودة لديهم بأدوات موجودة لديهم في البيت وكانت حضرتها تعلم كل واحدة أن تخبز الخبز مثلا بشكل المناسب وتعلم أساليب وطرق لإعداد الطعام وتنظيف المطبخ وترتيب الأواني وما إلى ذلك من الأمور فتذكر حفيدتها وتقول كانت زوجة عمي السيدة أم مظفر أيضا مولعة بالنظافة لدرجة الجنون فأحيانا كانت هي الأخرى ترافق حضرتها وكانت تعلم النساء كيف يرتبن الأسرة في البيت وتساعدهن على وضع أغراض البيت بترتيب بل كانت تباشر العمل وكان أهل البيت يخجلون يعني تبدأ هي بالترتيب وبتزيين وتنظيف البيت فهم يخجلون ويكملوا معها وكانت تهتم حضرتها أن تعلم السيدات الأحمديات ترتيب البيت وتدبيره وتنظيفه ونتيجة لذلك كانت السيدات في قاديان ينشغلنا في شؤون البيت صباحا باكرا إذ لم يكن أحد يعرف متى ستباغتهن حضرتها كانت تعتاد على أن تباغتهن في المجيء للبيت نعم بدأنا يشعرنا بالخجل يعني من يرون أنها أعطتنا ملاحظة مرة مرتان يجب أن نعمل بذلك وإلا سنحرج أمامها فكنا على الأقل بسبب زيارتها يبدأنا بترتيب البيت واعتدنا على ذلك فأيقنوا أن بزيارتها المتكررة قد صار أسلوب العيش في قاديان موحدا والسيدات التي هجرنا من قاديان إلى ربوة باكستان فإن أسلوب التعايش في بيوتهن مماثل يعني أيضا انتقلوا لأماكن أخرى وحفظوا على نفس هذا الأسلوب والترتيب الذي تعلموه من حضرة أم المؤمنين رضي الله عنها رضي الله عنها جزاك الله أحسن الجزاء بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفقرة الأولى مشاهدين الكرام في هذه الفقرة سنتحدث عن نصائح وتوجيهات حضرة أمير المؤمنين نصره الله للمسلمات الأحمديات أختي دعاء جهاد المرأة بتربية أبنائها لماذا جعل الإسلام تربية الأبناء بمنزلة الجهاد؟ نعم قال حضرة أمير المؤمنين أيضه الله بإحدى خطابه قال لا أبرئ الأباء من هذه المسئولية أي مسئولية التربية بل إنهم أيضا مسئولون دون أدنى شك في بعض الأحيان يفسد الأولاد بالنظر إلى سلوك الآباء على الرغم من تربية الأمهات يعني مثلا الأم تربي تقول أو تذكر الأولاد للصلاة ولكن الأب لا يقوم للصلاة يعني الأولاد يتكاسلوا أيضا بهذا مثلا فيقول حضرته من واجب الآباء أن يدركوا هذا الأمر ويعلموا أن عليهم أن يؤدوا هذا الواجب ولكن الحقيقة أن الأولاد يقضون وقتا أطول مع الأمهات لذلك يوقع الإسلام مسئولية تربيتهم على الأمهات وأن مسئولية تربيتهم ليس بأمر عادي كما قلت من قبل والمعلوم أن الشيطان نصب شباكه في كل مكان في المجتمع المعاصري والفاسد ليجلب الناس إلى نفسه بإغرائهم بتقدم الدنيوي وعندما يرى الأطفال زملائهم غير المسلمين يقومون ببعض التصرفات وخاصة في الجيل الحساس عندما يبلغ 12 سنة أو 13 سنة تقريبا تنشأ القلاقة في أذهانهم إذن إن عملية التربية التي تقوم بها المرأة ويجب أن تقوم بها بكل جدية واهتمام ليست أقل من الجهاد لذلك يذكر حضرته عندما سألت إحدى السيدات النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له نحن النساء لا نستطيع أن نخوض في الجهاد تقصد المعارك فهل ننال ثواب الجهاد على الاهتمام بشؤون البيت وتربية الأولاد فرد عليها حضرت رسول صلى الله عليه وسلم قائلا ما معناه لا شك أن هذا العمل بمنزلة الجهاد وستثابين عليه ثواب الجهاد فانظروا ما أسمى مكانة تربية الأولاد وكيف وجه النبي صلى الله عليه وسلم أنظر النساء إليها فالمرأة هي التي تقوي أسس القوم من خلال تربية الأولاد والأقوام التي لا تنتبه إلى تربية الأولاد يصيبها الانحطاط سريعا هذا ما ذكر حضرت المؤمنين نعم جزاك الله اخت زاهرة تنشر في الجرائد تحليلات سنوية يقال فيها أن أعدادا كبيرة في البلاد المسيحية تبتعد عنها كل عام بل يتلاشى إيمانهم بالله تعالى ما السر في ذلك؟ نعم إنما السبب هو أن جميع السيئات والأخلاق السيئة التي ذكرت في الكتاب المقدس يتم تغيير هويتها في هذه الأيام حتى بدأ القساوس يقولون بأن سيئة كذا وكذا لم تعد سيئة الآن ولأن الناس يرغبون بارتكابها لذا لا يستطيع القصص مقاومتهم وبدأوا يغيرون في بلادهم قوانين الله تعالى باسم الحرية وباسم القانون الديمقراطي لذا أصبحوا ينسون قيم الدين وتعليمه وتخلوا عنه وسبب في ذلك أن الأمهات في البلاد المتقدمة لم ينتبهن إلى تعليم أولادهن الأخلاق والدين ولأن الأبوين كلاهما يقضيان وقتهما خارج البيت فلم يعد الجو العائل والدين مهيئ للأولاد وإن أكبر سبب لفساد المسلمين أيضا هو أن معظم السيدات المسلمات يجهلن تعليم الدين الحق أنه كان من المقدر أن يحدث الفساد في الأديان السابقة لأن الله تعالى لم يرسل دينا ليبقى تعليمه قائما إلى الأبد غير الإسلام الذي أنزله الله تعالى ليبقى قائما إلى يوم القيامة مع شريعته الكاملة ثم أرسل في الزمن الفاسد الراهن المسيح الموعود عليه السلام الذي وجه أنظار النساء والرجال إلى مسؤولياتهم وقال بأنه لا بد لكم لأداء حقوق مسؤولياتكم من أن تربوا بناتكم تربية دينية بأسلوب حتى ترسخ أمهات الأجيال القادمة في أذهانهن أن عليهن أن يقدمنا الدين على الدنيا في كل الأحوال ويجب أن تربوا أولادكم بأسلوب أن يعيش الذين سيصبحون آباء في المستقبل بحسب تعليم الدين الحق ويكونوا أسوة حسنة لأولادهم أتمنى فقط أعدنا عن المقاطعة ذكرتي أن كيف مع الوقت تصبح سيئة ليست بسيئة وكأن الناس تعتاد عليها لهذا قد نبهى حضرة رسول صلى الله عليه وسلم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني المجتمع الذي لا ينهى عن المنكر ولا يأمر بالمعروف سيفسد حتما فعلى كل سيدة وفتاة أحمدية تدرك هذه المسئولية المهمة جدا حتى لا تكون الدنيا هي الأولوية عند أولادهن بل تكون الأولوية عندهم للدين في هذه الأيام يحسب الناس أنفسهم مثقفين ولكن إيمانهم لم يبلغ مبلغا مطلوبا إن معظم النساء يهتممنا بشؤون أولادهن من حيث التعليم الدنيوي والتربية الدنيوية ويقلقنا عليهم كثيرا بهذا الشأن ولكن لا يقلقنا بالقدر نفسه بشأن التعليم والتربية الدينية يعني هنا يقول أن الأم كما تقلق على أولادها في المجالات التعليمية فعليها أيضا أن تقلق على أولادها في المجال الدين أيضا أن توجههم للصلاة واليمور الدينية رزاك الله أختي أختي دعاء هناك قصة حدثت زمن المسيح المعوض عليه السلام تبين مدى تأثير حرقة الوالدين في تربية أولادهم وكيف تترجم هذه الحرقة للسعي والدعاء من أجل إصلاح الأولاد وأمام ذلك لا شيء مستحيل ما هي هذه القصة؟ نعم هذه الرواية قد رواها حضرة المصلح المعوض رضي الله عنه قال أن حادثة في زمن المسيح المعوض عليه السلام أن جاءت سيدة بابنها المريضة لمسيح المعوض عليه السلام وكان أطباء قد أعلنوا أنه لا علاج له فقالت هذه السيدة أنا مسلمة وابني قد ولد أيضا مسلما ولكنه تنصر الآن متأثرا بالأفكار المسيحية فأرجوك أن تعالجه وإلى جانب ذلك قالت تلك السيدة يعني هي كانت فقيرة وغير مثقفة فقالت بإلحاح شديد أرجوك أن تجعله يقرأ كلمة الشهادة مرة يعني تقصد بذلك أنه على الأقل يسلم قبل أن يحصل له أي شيء ولا أبالي إذا مات بعد ذلك فأرسل المسيح الموعود هذا الولد إلى حضرة الخليفة الأول ليعالجه ويبشره أيضا بالإسلام يعني طبعا لا يكره في الدين لا يستطيع طبعا أن يأمره أو يجبره على فعل أي شيء ولكن يعني يحاول بالتي هي أحسن فقال الخليفة الأول أن يبلغه الدعوة لعله يعود إلى الإسلام ولكن الولد ظل ثابتا على اعتقاده بالنصرانية وخرج من قاديان ذات ليلة خفية تاركا العلاج لألا يضطر إلى قراءة كلمة الشهادة فعلمت أمه بذلك في الليلة نفسها فذهبت هي وراءه وأدركته قرب مدينة بطالة وأعادته إلى قاديان فهذه السيدة لم تملك ثقافة دينية كافية ولكن بسبب ثقتها بالله تعالى وإيمانها القوي راحت تدعو الله تعالى فأجاب الله تعالى دعائها وأسلم ابنها مجددا يعني بعد ذلك مع أنه قد مات ولكن هي قالت لقد أثلج صدري إذ قرأ كلمة الشهادة قبل موته وفعل ذلك عن قناعة دون إكراه فيقول حضرة المصلح الموعود معلقا على هذه القصة هذه هي التربية الصحيحة وهذه هي الروح التي يريد الإسلام نفخها في النساء المسلمات فالنساء اللواتي يريد أن يرين أولادهن ثابتين على مستوى أحسن من التربية فلا يحسن بذلك إلى أنفسهن فقط بل يحسن دنياهن وأولادهن وعاقبتهن وعاقبة أولادهن وينفعن بذلك القوم والجماعة أيضا يعني يجب أن تكون لدى الأهل هذه الحرقة كما كانت لهذه السيدة وأن يدعوا لهم بحرارة لأن كما قلنا التربية هي بداية من الله عز وجل فعلا الأهل أن يقوموا بالدعاء وطلب العام من الله عز وجل ومن ثم يعملوا قدر استطاعتهم وذلك أيضا دون يأس ودائما يوجه أولادهم يعني نعم حتى في أمر الصلاة يقول الله عز وجل وصبر يعني يجب أن نذكر ونصبر عليهم صحيح التربية لعموم الأولاد أمر غاية في الأهمية فما بالكم في تربية الأولاد الموقفين لخدمة الدين ما هي المسئولية التي تقع على أمهات أطفال الوقف وما هو جزاء تربيتهن لأولادهن كما بيّنهم حضرة أمير المؤمنين صره الله نعم هناك كثير من الأولاد الواقفين الجدد الذين يتربون حاليا في أحضان أمهاتهم لذا من واجب أمهاتهم أن يربيينهم تربية حسنة وهناك كثير من هؤلاء الأولاد الذين كبروا وبدأوا بالوظائف وبعضهم يقولون بأنهم لا يريدون الاستمرار في هذا المشروع وقفنا هذا المشروع هو نظام يقفوا الأباء قبل أولادة أبنائهم يكررسوا حياتهم لخدمة الدين نعم يكررسوا حياتهم لخدمة أولادهم لخدمة الدين وطبعا الطفل يكون عندما يبلغ الثامنة الثالث عشر الثالث عشر يكون مخير إن أراد طبعا إن قاموا أهله بتربيته بطريقة صحيحة على الأغلب سيستمر في هذا النظام وإلا فله الخيار بأنه لا يستمر فيه أقوله لو نالوا تربية دينية حسنة منذ البداية لما تولدت أفكار من هذا القبيل في الأطفال الذين نذرتهم أمهاتهم بعد أن دعونا الله كثيرا الله تعالى كثيرا إذن هناك حاجة ماسة لبذل سعي كبير في هذا المجال ولا يكفي الوعد فقط المكانة التي يحوزها المرء في الدنيا والدين يكون لأمه دخل كبير فيها إن الأمهات اللواتي لديهن تفكير دنيوي أو الأمهات العاديات يستطيعنا القول بأننا لو ضللنا منشغلات في تربية الأولاد فكيف يمكن لنا أن نحرز مقاما عاليا بدراستنا قد حصلنا على شهادات ووثائق وأوسمة فكيف نحصل على هذا المقام ولكن الإسلام يقول حين تقومنا بتربية أولادكم وتعلمهم بعد إحرازكم التعليم الدنيوي وبعد تزويدكم أنفسكم بالتعليم الديني بأعلى مستوى وحين يري الولد خبرته المهنية ويبلغ مقاما عظيما أو يصبح عالما أو محققا أو يصبح محاميا ويخدم الإنسانية أو يصبح قائدا أو شخصية سياسية بارزة ويبذل جهوده لإرساء الأمن والسلام في الدنيا فتشترك في جزاء حسناته أمه أيضا فالأم المؤمنة تنشئ جنة لولدها في هذه الدنيا وفي الآخرة فالتي أعطوها الله تعالى مقام إنشاء الجنة كم من أجور عظيمة يكون قد قدر الله تعالى لها إذن ليكن تفكيرنا أن نسعى لنيل رضى الله تعالى في كل شيء ولتكن دراستنا وعلمنا وسيلة لنيل رضى الله تعالى فهناك فرق شاسع بين تفكير الأم ذات التفكير الدنيوي والتفكير الأم المؤمنة بهذا نكون مشاهدين قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة مشاهدين الكرام وصلنا للفقرة الثالثة من هذه الحلقة والتي فيها نستضيف أخت مباعة لتحدثنا بقصة بيعتها في هذه الحلقة معنا الأخت فاطمة يونس من سوريا حلب الأخت فاطمة مقيمة حاليا في تركيا السلام عليكم أخت فاطمة وعليكم السلام كيف حالك عزيزتي؟ الحمد لله بالألف خير أهلا وسهلا فيك وشكرا على قبولك مشاركتنا في هذه الحلقة أخت فاطمة بداية هل تحبي أن تعرفين عن نفسك أكثر؟ أنا أختكم فاطمة يونس من حلب مقيمة بتركيا من قريب تلت سنين بالأحداث يعني عمري تلتين سنة عندي تلتة أولاد تزوجة وعندي تلتة أولاد الله يخلي لك إياه الله يسلمك يا رب أخت فاطمة نبدأ بقصة بيعتك هل ممكن تخبرين عن كيف كانت فاطمة قبل أن تعرفت على جماعة الإمام المهدي عليه السلام؟ كيف كنت من ناحية الأخلاقية والروحانية؟ قبل البيعة نحلة طبعا بيئة مثل أي عائلة يعني أنه من آمن بالخرافات والقدسية الأولياء حتى بعد جميلاتهم وبعدوا تكير عن القرآن صاروا يتكمشوا بس بالأحاديث والتفسير عرفت عليك؟ نعم ومن الطبيعي يعني كثير نقاشات وأنا منذ غريب كنت أرفض هاي الأفكار هاي اللي تنطرح يعني وأي شيء كنت ناقشه كانوا أما يقولوا لأنت شو عرفت أو هاي ما يشغلتنا نحن نناقش هاي الأمور أنه في ناس هي بتفسير وهي يعني نحن بس لازم نعم أنه ناخد بتفسيرهم بس مو أكتر عرفت عليك؟ ما نخوض فيه يعني تكتير نحن دائما في أحساس بالفراغ الدين تحس فيه فراغ نعم هاي أول من تعرف على الأحمدية الجماعة الأحمدية هو بابا عن طريق القناة نعم يعني بدأ هو بمشاهدة القناة وهيك بلشتي يعني كانت أول رحلتك بتعرف على الجماعة نعم نمنحي تل انتقادات كانوا الأهل حوالينا ينتقدو اسمع انتقاداتهم اسمع شو يحكوا عن الجماعة وهي لما تابعت القناة مع بابا يعني شفت عز كل شي قالوا ما شفت فيها شي غلط وأول ما تابعت القناة يعني يعني حسيت حالي لقيت الشي اللي أنا مضيعت الشي اللي عم دور عليه الأسئلة كلها اللي ما كان لها أجوبة لقيتها بهذه القناة الحمد لله البحر المسيح المهدي عليه السلام عليه الصلاة والسلام نعم طب كيف كان شعورك يعني أي مسلم لنقول ليس من هذه الجماعة يعني لما يسمع بأن الإمام المهدي قد ظهر يعني قد تروده مشاعر كثيرة شو كان شعورك أول ما سمعت إن الإمام المهدي ظهر اللي كل المسلمين عم يستنوا فيه أنا قبل ما أعرف إنه هو المهدي عليه السلام وإنه هو نبي إفر الزمان أنا طبعت التفسيرة طبعت قناة الحوار المباشر بالبداية كنت تردعها مع بابا عرفت بشكل تدريجي بلست استوعى بالأمور يعني آه تعرفت على الجماعة أو أفكارها ومعتقداتها بداية بعدين عرفت أنها هي جماعة الإمام المهدي أيوة والحمد لله كان هذا الشيء أفهل أتقبلي بهذا الموضوع يعني الحمد لله لقيت هذا الشيء فح لأنني كنت مقتنعة بالأفكار وكانت على أن يبايع نعم وكنت على أن يبايع لكن كان لأفكار بابا يعتقد أنه لا أتأكد من هذا الشيء وكان يتكري وتابعي أكثر كان يطلب مني بابا أن يتابع أكثر وفكرني نعم أرسك عليك وكان آخر شيء يعني قال لي بيت استخاره يعني استخار الله عز وجل هو اللي بيدلك أكيد يعني أنا طول عمري يعني قناعتي أنه رب العالمي ما بيدلنا إذا بدنا طريق الخير ما بيدلنا إلا على الخير نعم استخرت وشفت نعم أنا ما أريت ولا قصيدة للمهدي بوقتها ولا بعرف أي بيت من أبياته أنا أعطيت هيك كم تنم الأبيات لبابا هو اللي حافظ يعني هو اللي قال لي بيتين شوفي بسمع حدا عم بيقلي هدول بيتين عرفك علي أنا عالق ما نتذكر البيتين مني بس نعم بيحكم عن دليل صدقه نعم عرفك علي والحمد الله يعني وبعد كذا سنة لبايعت بس بايعت وأنا من جواتي مؤمنة ومتقدمة من الشيء اللي عملته يعني أنت الوحيدة في العائلة اللي بايعتي يعني كنت أول من بايع لا لا أبدا لا أنا أول من بايع أنا أول من سمع وأيادت بابا وشجعته أنه لا يسمع من اللي عبي ناقدي عرفت عليك بس أنا كنت أخر من بايع تقريبا من العائلة نعم وأنا أخر شيء بايعت لما طلعت ع تركيا بايعت واللي ساعدني بالبيعة عملي أبو إياد محمد النحاس نعم الحمد لله طيب أخت فاطمي طب شو شعرتي أنه تغير بحياتك بعد البيعة فيكي أنت بنفسك تغيرت حسيته أني ساعة اللي وقعت ورقة البيعة اللي رح توصل للخليفة حسيت حالي أني ولدت من جديد نعم ما شاء الله وتغيرت الحمد لله يعني هو موقع كبير بس إن شاء الله يعني معادي يعني كبير مثل أخوتنا الأحمديين والأحمديات يعني إن شاء الله الله كريم نوصلنا مستواءهم إن شاء الله بس الحمد لله أنه تغيرت نعم الحمد لله وبعد البيعة شعرت يعني هل كان هناك صعوبات أو أي معارضة مع أنك حكيت أن أهلك في بيتك يعني بايعوا بس من الأقارب الآخرين كان في معارضة أو الأصدقاء أو المعارف اي اي كل كان يعطوه حتى أنه أبوي خسر بعض من الأفقات وكذا أنا بعيدة عن هالبيئة أنا بايعت وما أهتمت لأي معارضة أنا زوجي الحمد لله معترض هو مو أحمدي وإن شاء الله يعني بي بايع بس معترض معترض بسبب أنه اللي ما شفت شي غلط يعني سمع يلي حكوه عن الجماعة أو كذا قال لي بس أما ما شفت هالشي بأبوك ولا شفت شي بأخوك أو أخوالك ما بعترض بيعتك بايعي وعلي أولاديك حتى يعني نعم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وحاليا كيف هل هناك علاقة خاصة مع حضرت أمين المؤمنين من ناحية رسائل يعني هل بقيتي على اتصال معه بعد البيعة لا اتصال مباشر لا بس أنه فيه بكلمة حس بديقة أو شي حس أنه بفكرت البواب كله بوشي وقعنا بديقة ببعث رسالة عن طريق حدا من أخوتنا الأحمديين بوصلوا إياها نعم بتوصني 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 نعم حضرت أمين المؤمنين يعني يشدد كثيراً ويطلب من الناس أن يرسلوه ويعني يخبروه بأحوالهم دائماً وطبعاً يعني الوسيلة سهلة جداً يعني يمكن إرسال رسالة مثلاً عن طريق البريد الإلكتروني للمكتب العربي أو هناك رقم فاكس معين يعني لا مشكلة في إيصال الرسالة أنا بسراحة نعم هذه دعوة للجميع أن يرسلوا حضرت أمين المؤمنين قدر المستطاع ويطلبوا الأدعية من حضرته أنا بتمنى أن يتصل معه بشكل مباشر بتمنى وبدأ يدوم لربي بس إنه مشكلة الابتصالات عندي شوية هكة يعني ضعيفة فنجبر حط يعني أخوي أو حدا من الجماعة الأساجة يعني الله يخلينا إياهن دوم هل من المعنى نعم لا مشكلة الطريقة المهم يعني إيصال هذه الرسالة وفي كل الأحوال حتى لو لم تصل هو حصل شيء ما إن شاء الله ستصل والأدعية ستستجاب في حقها أيضا الحمد لله نعم أختي أنا أشكرك جزيلة شكر على مشاركتنا في هذه الحلقة وإخبارنا بقصة باعتك وإن شاء الله يعني ندعو الله عز وجل أن يثبتك ويشرح صدر زوجك أيضا لقبول الحق في يوم ما إن شاء الله وأنا كمان بتشكركم كثير يعني ويمكن في تفاصيل مأدرة أحتي إذا بتحب تضيف أي شيء يعني يسعدنا أنه بيف لما كانت بالقادة دي أنا بالبداية نزلت بشريعة أهلي حبوا يحطوني بشريعة أنه شيء إدراف كانت كثير في مشاكل بيني بين أسادسة الشريعة نعم أنه في بعقلي شيء نقص يعني بالنسبة لأسئلتي اللي كنت أسألون إياها يعني أنه طيب رب العالمين مستحيل يظلمنا التناقض بين القرآن والتفسير يعني كبير نعم ما في شبه أبدا أنه كيف رب العالمين بهاي الآية بقول شيء وبالهوم تفسير كان تفسير يعني أنه كأنه بيقول شيء تاني أو عم يوعد ويخلف يعني دائما يتهموني بالكفر نعم يقولي أنت عم تكفري كذلك حتى آخر الشيء يعني أول مرة فصلوني بشكل مؤقت يعني لا يجوا أهلي وينقشوا مع أهلي هذا الموضوع أنا كنت خاف لأبابا لأنه كاني قالي لا تنقشي هذا الموضوع مع أحد أبدا خلص خليكي أنه لا عد تحكي بالأمور كنت خاف أقول للبابا تاني مرة يعني فصلوني بشكل نهائي بس بعض ما ضربوني طبعا أنا أنا حدا كافر بالمدرسة ومين ذزك علينا وهي منها الكلام هذا عرفتك عليه وفي تفاصيل غيرها حتى يعني أنه كيف لما يكون واحد عم يحكي مضبوط أو الحق يتهموا بالكفر سلاحة من الوحيد التكثير هذه مشكلة يعني منتشرة في مجتمعنا للأسف يعني يحاولوا أن يسيطروا على العقول بدل أن يعطوها حريتها يعني يطلقوا صراحة لتفكر وترى ما شو المعقول أكثر يعني وتسأل يعني هذا ليس فقط يعني عندك للأسف المشكلة منتشرة وإن شاء الله يعني ربنا يرحم هذه الأمة والناس تبدأ يعني تنور عقولها وتعطي مجال لنفسها لتقبل الحق إن شاء الله معادة هيك أنه هالخوف الكبير اللي عاشنا فيها بالطفولة من الأشياء مجهولة غير موجودة عرفت علي مجهولة خفنا أيوة من الجن والشباح وهي الأمور اللي ممكن تظهر بغياب أهلنا أو شيء الحمد لله أنا مقصوطة كثير أني علمت لأولادي أنه ما فيه هيك شيء موجود حدثا يعني قويين من جو أولادي تكونوا واثقين أكتر صحيح الحمد لله يعني الدين يسر مش عسر بس الناس تفهم إنه الدين عن جد هو فقط أسلوب حياة أجا يعلمنا كيف نعيش حياة أفضل مش يرهبنا ويرعبنا مجهولة صحيح الحمد لله شكرا جزيلا أختي هل في هناك إضافة أخرى؟ لا أنا بشكركم كثير ويمكن أنه قصتي ما تكون معبرة كثير بس يعني كثير معبرة بالعكس يعني نحنا دائما سعيدين بأي أي قصة بيعة بغض النظر عن تفاصيلها سلامي لي يا رب شكرا ويتمنى أنا من جواتي بيتمنى أنه كل حدا مو أحمدي يعني يصير ليذوق الحلاوة اللي نحنا نحس فيها اللي عرفت علي أنه يصير أحمدي ليحس بالشيء اللي نحنا نحسينه يمكن هلأ هننا ما يستوابونا بس لو كانوا هيك مثل ما يعني نفكروا مثل ما تحسوا فينا صحيح علينا ندعو للأمة أصلا الأمة بشكل عام لأولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يفتح الله عقولهم وأذانهم لقبول الحق إن شاء الله آمين يا رب آمين أتمنى تدعوين أنت كمان إن شاء الله دعواتك أختي العزيزة وجزاك الله أحسنا الجزاء والسلام عليكم جزاكم الله ألف خير والمواضيع اللي عم تطرحه المفيد وهي اللي عم بتفيدنا وبتفتح عيوننا على أمور يعني يعني أد ما تعلمنا بالبيوت وهيك يعني يعني بتعطونا مجال أكبر أنتو نحن أيضا نستفيد من هذه المواد يعني جميعنا ندرس يعني نتعرف على هذه الأمور مثلكم الحمد لله الله يترمك يا رب جزاك الله أختي السلام عليكم وعليكم السلام شاهدين الكرام بهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن اليوم نسقى من غبوق وبعد الليل عيد واستباح اشتركوا في القناة وبركاته أشتركوا في القناة